نرحب بحضراتكم مرة تانية الحيان وممكن رهان خلال السنين الأخيرة في كل الفعاليات المحلية والدولية كان على الشباب الحقيقة كانوا طول الوقت قد المسئولية وكان دورهم دور فاعل وأساسي في مختلف الهداف اللي بتسعى لها الدولة وإحنا مقبلين على قمة المناخ كمان كان للشباب دور مهم جدا بدأ من اللحظة اللي تم اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ كاب 27 وده اللي ترجمته وحدة المناخ بوزارة الشباب ورياضة اللي أطلقت مجموعة من المبادرات والفعاليات لتوعيد شبابنا بالحدث اللي هتستضيفه مصر خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دفعنا الأستاذ مصطفى عز العرب منصق وزارة الشباب لمؤتمر المناخ كاب 27 صباح الخير يا حضرتك نهوانا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضرتك أيام قليلة بتفصيلنا عن مؤتمر وقمة المناخ كاب 27 وفكرة وجود وحدة مخاصة بالمناخ داخل وزارة الشباب ورياضة يمكن فكرة جديدة وهي طبعا خطوة مهمة بأنها ليه علاقة بالشباب ودور الشباب هو دور مهم جدا في هذه القضايا تحديدا خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الوحدة وطرق التنصيق وقاليات العمل مع الشباب ودمجوهم في هذه القضايا تحديدا زي ما حالك قلت فاضل أيام معدودة وإحنا بنعدهم يوم بيوم فاضل 35 يوم على الإطلاق لأول أيام المؤتمر الاسمية وإحنا في وزارة الشباب ورياضة بدأنا عمل بشكل مبكك جدا من خلال وحدة السياسات وتطويل الأعمال بمكتب معي الوزيح بتوريخ خاص بناء على التوريهات اللي صادر بن السيدة يصل كل الجهات المعنية في الدولة للعمل على هذا الملف وبالفعل زكتنا ملف جدا وبدأنا شغل عليه والوزارة موجودة بشكل داعم جدا للعملية السياسية الخاصة بتنظيم المؤتمر سواء مستوى السياسي التفاوضي أو على مستوى الشبابي ومجموعات العمل الشبابية الدولية أو سواء على المستوى التنظيمي كمان كمان على مستوى المحليين مشاكة واسعة جدا وبدأناها فعلا من عدد من 3 أو 4 شهور على المستوى المحلي احنا في وزارة الشباب ورياضة دايما هدفنا تمكين الشباب وإصال أصواتهم والصناع القرارة دي مهمة أساسية جدا وده بيجي اتصاقا كمان مع أهداف اللي بتبقى وجودة في الاتفاقية لاستماع إلى أصوات شباب العالم وده بيشكل نوع من أنواع الالتزام على الدولة المضيفة لتوفير البيئة المناسبة لهذا العمل خلينا نبدأ محرك من الأول خالص احنا كوزارة الشباب ورياضة بنامل ايه أولا على المستوى المحلي على المستوى المحلي أطلقنا عدد من الفعاليات والأنشطة اللي بتأتي في إطار تمكين الشباب من أجل العمل المناخي وإصال أصوات الشباب المصري وتمكينه على المستوى الدولي النوعي موجود فاعل على المستوى الدولي من خلال عدد من الأنشطة التعليمية والتدربية والتأهلية وإتاحة المعلومات لهم وعدد كبير من المواقع أو الصفحات الممكن يخش عليها يحصل معلومات وأطلقنا في أكثر من 30 برنامج محلي هذا الضخم جدا وربطنا كل البوامج دي بعضها عن طريق قافلة بتلف على المستوى الجمهورية أطلقناها من شهرين مع اليوني سيف والأمم المتحدة في مصر وهذه القافلة كان حضر لفتاح ساعتها حتى الأستاذ أحمد حلمي فنان أحمد حلمي مع معي الوزير وكل الشركاء التنمويين اللي بنرجلهم الجزيد الشكر على الجهد اللي عملوا معنا الفترة اللي فادت في الحكومة والوزارة فبدأنا عزق هذه الجولة من عدد من الشهور بتلف محافظات الجمهورية كلها حتى تصل إلى شرم الشيخ إن شاء الله تصل إلى مؤتمر الشباب داخل شرم الشيخ اللي هو كوي سيفنتين أو مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بملاخ وبعد كده هيبقى عندنا المؤتمر وآيامه الرسمية اللي سيكون من يوم 6 إلى يوم 18 نعم سيد مصطفى طب عاوز أعرف من حضرتك أهم الفعاليات والمبادرات اللي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بصراحة احنا اشتغلنا أقطة من شق لتعزيز المشاركة الشبابية على المستوى المحلي والدولة زي ما قلت الحراك أهمها مثلا تحدي الشباب تحدي الشباب ده برنامج تم إطلاقهم على الأمم المتحدة وهو لدعم الابتكارات والحلول الزكية والخضاء والشركات النشأة والأفكار المتميزة وعندنا برنامج تاني للشباب الأفريقي بما أننا بنستضيف الشباب مصر والأفريقي بنستضيف المؤتمر الدول الأطراف لتفقية المناخ نيابات على القرية الأفريقية فيها كتسون الشباب الأفريقي اللي بتعامل مع الـ UNDP عملنا برنامج أطلقنا أندية المناخ والبيئة في مراكز الشباب كمجموعات فيه طبعا حقا في مراكز الشباب ده ونجف كل قرية وكل شارع فإنك تخلق كوميونيتي أو مجتمعات مهتمة بالموضوع من الشباب والناشئة دي كتخطوة مهمة جدا عملناها عدد كبير من الأنشطة الرياضية والفعاليات عدد كبير من البرامج التدابية التي تم استحداثها في منشآتنا وفي البرامج بتاعة الوظاعة وأنشطة الوظاعة طبعا التحول الأخضر للمنشآت بتاعة الوظاعة ده حاجة بدأناها بالفعل لكل منشآتنا سواء مدن شبابية مناكز شباب منتضيات مناكز تعليم وابتقاء يعني عدد كبير زي ما قلت لحضرتك من الفعاليات والأنشطة بيصل إلى 30 فعالية المتنوعة طبعا على مستوى التشافة والجوال عملنا العدد من الأنشطة واستحدثنا عدد من الأوسمة كل ده عشان لازم الشباب المصري يبقى عند وعي كبير بهذه العملية ويوصل بها للمستوى الدولي ويبقى موجود في كل إخافة المحافل الدولية لأنه زي ما احنا فاهمين العملية المناخية في العالم بالدول متقدمة ودول نمية والدول المتقدمة بالتقدم بتاعها ده أصيط على صحة الكوكب وأمان الكوكب فهم أصبحوا ملتزمين بالتزامات تجاه الدول النامية أنهم يعوضوهم على الخسائل اللي بتحصل فيهم الرضايا اللي بتحصل خاصة في القرارة الأفريقية القرارة الأفريقية 4% بس من انبعاثات للغاز الساني والأكسيدي الكربون على مستوى العالم برغم كده هي أكسر القرارة تأثرا بالتغير المناخي من اتفاع مستوى البحر واحتراف الغابات والجفاف طبعا ده بيدخلنا في داية لأنه ما يحصل عندنا جفاف هيحصل عندنا نقص غزاء هيحصل عندنا نقص السلم والأمن والمجتمع إذن التغير المناخي يؤثر على السلام في المجتمعات يؤثر على الأمن في المجتمعات يؤثر على الصحة كل دور بيدخش في داية مفارقة منهاش مخرغ غير أن الدول الكبيرة تتولى مسئوليتها طب ازاي الدول الكبيرة تتولى مسئوليتها ده بيحصل من خلال المفاوضات اللي بتحصل جوال مؤتمر عشان كده الشباب العالم كله ليه دوق كبير في الضغط على الدول المختلفة لاتخاذ قرار ملزم لهم جميعا وأن الدول الكبيرة توفي بالتزامتها وتعهدتها طيب أستاذ مصطفى يمكن حضرك شرحت لنا بالتفصيل يعني معظم المبادرات اللي بتقوم بيها في وزارة الشباب ورياضة طبعا متبثلة في وحدة المناخ ويمكن هي مبادرات توعوية بشكل كبير جدا مراكز الشباب زي ما قلت في كل القرى والمراكز والنجوع بس عايزة عرف من حضرتك برضو مدى أقبال الشباب أن هم يعرفوا أكتر عن هذه القضية إزاي بتقدروا تجذبوهم أن هم يشاركوا في هذه المبادرات ويكون لهم أدوار فعالة بصرحة بشي أجدب عليك يعني استضافة مصر هذا المؤتمر في هذا العام ملحة ضغط أو دعم كبير جدا لأي جهود بتحصل من خلال أنك تسوق أو الناس تهتم بالموضوع وقادة السياسية من أول يوم لاستلامنا للرقاسة أو تحضير للرقاسة بكلمة رئيس عرفتاح السيسي بالتوجه اللي حصل دول إعلام الكبير اللي حضرتكم بتعملوه كل ده بيلفتلاء نظر للناس لحاجتين أهمية العمل المناخي لأمان المجتمعات وأمان الكوكب بتاعنا وأمان مستقبلنا والأجيال المستقبلية وتاني حاجة أهمية المشاكة في دوت هم كلهم عايزين يتعلموا ويخشوا العمل في موضوعات المناخية فالاهتمام والزخم اللي حصل ده بيقدر يجزب دوت يجزب كل أنظار الشابي أنه يكون رزق من العملية كمان إحنا عندنا بعد بداية المؤطمة يبقى عندنا سنة لرقاسة المصرية للمؤطمة وهم بعد لرقاسة المصرية فهنا حاليا ما نفكر ما بعد المؤطمة وهم بعد لرقاسة المصرية للمؤطمة علشان يبقى عندنا مشاكة حقيقة ومستدامة الشباب المصري نشتغل على أفع كفاءة ولكمسة بلد نتاعه أو أعداد قدراته أنه يكون موجود على المستوى الدولي بشكل تنافسي قوي جدا ويكون ليه صوت على مستوى العالم وده بيأخذنا بقى لداخل المؤطمة نفسه ويوم الشباب والأجيال المستقبلية أو في المفترة التحضير المؤطمة وهو مؤطمة الشباب كوي 17 من بين الفعاليات اللي يمكن حضراتكم مشغالين عليها في وزارة الشباب قافلة القافلة دي انطلقت من أسابيع وهي قافلة الشباب والمناسبة صحيح عاوزين نعرف تفاصيل القافلة دي والفئة المستهدفة من هذه القافلة والهدف من القافلة ككل إيه؟ الهدف من القافلة جزء من إيجابة السؤال اللي فات القافلة نوع من نوع التسويق للأحداث اللي بتحصل واللي يتمام بيها لما تضغط كل محافظة ويتامل بيها احتفالة داخل المحافظة بيستقبلوا المحافظة أو الكرادات المحافظة وكل المحافظات حصل فيها دوت حتى الآن يعني احنا رحنا الصعيد كله رحنا الوحاية رحنا مرصة مطروح رحنا اسكندرية كل ده بيعمل زخم بيجزب الناس للمشاركة في الأنشطة الموجودة في المحافظة دي بالفعل صحيح تفاصيل هي فكرة فكرة كتطلعت بورش عمل بيننا وبين الأمم المتحدة بصراحة وكان احنا عندنا في الوزارة فكرة إطلاق الحملة الشباب المناخ حتى احنا عملنا لا اسم وهاشتاج انجليش وعربي عشان تبقى دي مظلة لكل الأنشطة الجامعة للحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر تأتي تحت مظلة هذا المشروع وتقولنا أنها تبدأ من القاهرة وهتلف المحافظات كلها تسوى الأنشطة اللي بتحصل بعدين توصل شام الشيخ في أول يوم لأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ اللي هو كل طيب أستاذ مصطفى أمكان المبادرات والمشروعات دلوقتي الناشئة بتهتم بشكل كبير جدا بالمناخ وأنها تكون خضراء وصديقة للبيئة عايزة أعرف من حضرتك إزاي قدرتوا تجمعوا هذه المبادرات وهذه المشروعات عشان تدعموها مهم جدا زي ما ظرهدت من شوية أن احنا من الدول المتأسرة بالتغيات المناخية وعشان مصر توصل للنهضة الصناعية مش هينفع اعتقاد نفس التلقابة الخاطئة للدول التانية استغلت الوقود أو أفاتت في استخدام الوقود بما قص على انبعاثات ساني أكسيد الكربون على كوكب الأرض فبالتالي احنا الخيار عندنا الخيار الأغضاء فاحنا بنحتاج هو صعب عشان كده محتاجين تكاتف الدول الكبرى لدعم الاقتصادات الناشئة أنها تقدر توصل للنهضة الصناعية أو النهضة الاقتصادية بتاعتها من خلال الاقتصاد الأغضاء احنا بنعمل دوت على مستوى الشباب بنشتغل في برنامجين تحدي الشباب بالحلول الخضاء وعندنا برنامج المستثمر الأغضاء برضو ده بصدر اطلاقه فشغالين عليهم إزاي بنوصل للشباب الشباب بيستخدم السوشيال ميديا بكل سهولة بنقدر نعلن على أي حاجة يتفاعل تسويق الحاملة اللي حصلت الفتاة اللي فاتت الإعلامية كانت حفلة قوية جدا فعلشان كده مهم جدا الاستمرار الدعم الإعلامي للأحداث اللي بتحصل خصوصا كمان مع استضافة المؤتمر النفس طيب شكل الدعم بيكون إزاي فندم؟ في يعني زي أي مشروعات لديدة أعمال للحاضنات الحاضنات بندعم من خلالها سواء أنهم يعملوا البوتوطايب بتاع المشروع بني بلهم فند مع المؤسسات المدين شكل المبدئي شكل المبدئي بتاع المشروع وبعد ذلك هو بيبدأ ينفذ مع المناشدين التمويل بعملين التمويل التمويل بيحصل مع المؤسسات الإنمائية المؤسسات الإنمائية الدولية وموظوات الدولية بيبدأ تتكافل بهذا الجزء وإحنا كذلك مع بعض الحقيقات الوطنية أو المجتمع المدني نوفر جزء كبير من ده وقت طيب يمكن الغالبية العظمى أو للشباب تحديدا كمان ما تعرفش أن قبل مؤتمر المناخ بيكون فيه مؤتمر الشباب للمناخ فعاوزين نعرف إيه هو مؤتمر المناخ للشباب ويكلمنا عن دور مشاركة الشباب المصر فيه تمام الأمم المتحدة أو اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ فيه حاجة اسمها ليونجو ليونجو دي هي دارية الشباب والناشر داخل الاتفاقية وليونجو أسسه بقالهم 17 سنة مؤتمر بيحصل في الفترة التحضرية لمؤتمر المناخ ومؤتمر دوت هدفه ليتها تأهداف بس الهدف الرئيسي فيه هو إعداد وصيقة اسمية تمثل أصوات شباب العالم بيشارك فيه من 1500 إلى 3000 شب في نفس المدينة التي يقوم فيها مؤتمر المناخ وبدأ من 17 سنة زي ما قلت حاج بعد عشر سنين من انطلاق يونجو بتتعاون معها الدولة المضيفة لتوفيه الدعم المناسب والملائم لها وعندنا خمس منظمات مصرية كمان بيتم اختيارهم مؤسسات مجتمع مدني لمشاركة لاستضافة هذا الحدث هم يعني الأوان فقالهم سريعا يوسين كيرين انفيرو اكس الشباب بتحب مصر واخر حاجة امام فونديشن او مؤسسة الامام دول معنا الهوست بتاع مصر المنظمات واحنا الهوزات شباب وده احنا الشركة ده اسمي ليهم في مصر لتنظيم هذا الحدث بما اننا مجوز من الحكومة ونمسك التنصيق الحكومي وكافة الشرف على كافة العملات التنظيمية المؤتمر ده هيكون السندي في المدينة الشبابية في شام الشيخ من يوم 2 الى 4 نوفمبر وان شاء الله يكون فيه مشاكل للشباب العالم كله وكمان الشباب المصري وهيتم فتحها بالتسجيل خلال ايام يعني سيكون متاح عليه كمان تسجيل المصريين قريبا هو حاليا احنا شغلين كمان على البارة مصر نتكلم المؤتمر ده بيكون قبل قمة المناخ بخمس ايام تقريبا اه يعني هو بيبدأ يوم 2 ومؤتمر هيبدأ يوم 6 تمام وفيه بقى فعاليات ثقافية او تعوعية فيه ورش عمل فيه اهم حاجة بقى الاعداد او بناء قدرات وفيه اهم حاجة هو اعداد البيانة الاسمي لشباب العالم اللي هيتم معهده بقى داخل الكوب نفسه هيتم معهده في يوم الموضوع اليوم الموضوع للشباب والاجيال المستقبلية اللي بتكون وزارة الشباب ويوضع علاقات العملية الخاصة بيه بالتعاون مع الزملاء في وزارة الخارجية وكذلك وزارة البيئة طبعا يعني الحقيقة مجهود كبير جدا واعتقد ان مصر هتكون حاضرة مش فقط او مجرد دولة المستضيفة للمؤتمر والقمة ولكن هتكون جاهزة بملف وهتكون جاهزة بالفعل بخطوات ومجهودات بتنفذ على ارض الواقع وهتكون بمثابة نموذج الحقيقة لكل الدول المشاركة نشكر حضرك جزيلا شكرا لأستاذ مصطفى عز العرب منصة وقزارة الشباب المؤتمر مناخ كاب 27 نشكرك يا فاند شكرا لك أستاذ مصطفى